بسم الله الرحمن الرحيم الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتقذوا بين ذلك السبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتذنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقال سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائفة بغلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميساقهم وقلنا لهم اتخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت ومنهم ميساقا غليلا فمما نقضيهم ميساقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله فما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شكء من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقونا برصاهم الله إليه وكان الله عزيزا حكيما فإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته فيوم القيامة يكون عليهم شيئذا فبغلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فأقديموا الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل فأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أندل إليك وما أندل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الذكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط العيسى وأيوب ويونس وهارون وثليمان فآتينا داود الذبورا فرسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فكان الله عزيذا هكيما لكن الله يشهد بما أمدل إليك أمدله بعلمه والملائكة يشهدون فكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا غلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا حيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وهو حم فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سلاسا إن تهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لئن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم يزيدهم من فغله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم مرهان من ربكم وأنذل إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فتيقلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه سراطا مستقيما يستبتونك كل الله يفتيكم في الكلالة إن امرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نص ما ترق فهو يرسها إن لم يكن لها ولد فإن كان تسنتين فلهم السلسان مما ترق وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنسين فبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم مهيمة لنعام إلا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وأنتم هرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعير الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فغلا من ربهم ورضوانا إذا حللتم فاصطادوا ولا أجر منكم شنآن قوم أو صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا فتعابنوا على الجر والتقوى ولا تعابنوا على الإسم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد عقاب فرمت عليكم الميثة والدم ولحم الخنذير وما أهل لغير الله به فالمنخنقة والموكوذة والمترذية والنطيحة وما أكل الزبح إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذلام ذلك فسق اليوم ييث الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإسم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا وحل لهم كل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجبارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسكن عليكم واسكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فالمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن وجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ يقدى فمن يقفر بالإيمان فقد حبط عملهما وفي الآخرى من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْطِلُوا مُجُوهَكُمْ وَأَيْذِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَانْسَحُوا بِرْهُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْهِ فإن كنتم جنبا فاضطهروا فإن كنتم مرضاء وعلى تثر لو جاء أحد منكم من الغايف أو لمستم النساء فلم تجدوا ما أنفت أمموا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم أيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرد ولكن يريد لطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فاسكروا نعمة الله عليكم وميساقه الذي باسقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا كوامين لله شهداء بالقس ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا وقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير مما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم وغفرتوا أجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بيات أولئك أصحاب جهيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يفشطوا إليكم بيديهم فكف أيديهم عنكم فاتقوا الله وعلى الله فلتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميساق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة فآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرزتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سياتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سوا السبيل فبما نخذهم ميساقهم لعناهم فبما نخذهم ميساقهم لعناهم واجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تذال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم وصفا إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميساقهم فلسوا حظا مما ذكروا به فأغوينا بينهم العذابة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله ما كانوا يسمعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول لا يفين لكم كثيرا مما كنتم تخصون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المصيح ابن مريم كلف من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباهه كلف لمن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا هل الكتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم على خطرة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ولذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اصفروا نعمة الله عليكم ازدعل فيكم أنبياء واجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يكفي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أذباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين فإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين أخافون نعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين فاتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من اللاق قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببعصة يدي إليك ليقتلك إني يقاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوى بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جثاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أقي فقتلهم فأصبح من الخاسرين فبعص الله غرابا يبحث في الأرض ليريهم كيف يواري سوى تاقي قال يا غيلتا أعجزت أن نكون مثل هذا الغراب فأواري سوى تاقي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتم رسلنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسلفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع عيدهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم قذي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارك والسارك وذفطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصنع فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحلم كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بإفراهيم ولم تؤمن قلودهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لكوم آقرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فقضوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا قضي ولهم في الآقرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضبوك شيئا فإن حكمت فاحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المقصدين وكيف يحكمونك فعندهم التوراة فيها أكم الله ثم يتبلون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنذلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار يستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشعوا الناس لا اخشون ولا تشتغوا بآياتي ثمنا قليلا فمن لم يحكم بما أنذل الله فأولئك هم الكافرون فكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالنفس والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصات فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنذل الله فأولئك هم الكافرون فقفينا على آثارين بعيث بن مريم مصدقا لما بين أديه من التوراة فأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين أديه من التوراة وهدى ومعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنذل الله فيه فمن لم يحكم بما أنذل الله فأولئك منفاسقون فأنذل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين أديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنذل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاء كميل الحق لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله نجعلكم ممة واحدة ولكن يبلغكم فيما آتاكم فاستمقوا الخيرا إلى الله مرجعكم جميعا فينبيكم بما كنتم فيه تحترفون فأنحكم بينهم بما أنذل الله ولا تتبع أهواءهم أحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنذل الله إليك فين تبلوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن كثير من الناس لفاسقون هف حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتقذوا اليهود بل نصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتبلهم منكم فإنه منهم من الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرا فعصى الله أن يأتي بالفتحي وأمر من عنده فيصبحوا على ما أعصروا في أنفسهم نادمين فيقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد بلكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون هو ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم ذلك ضر الله يحدي من يشاء والله آسي عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويطون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هذوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم القفار أوليا فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين فإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هذوا ولعبا ذلك بأنهم كوم لا يعكلون كل يا أهل الكتاب هل تنقيمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل فأن أكثركم فاسكون كل هل أنبئكم بشر من ذلك بسوبة عند الله بل لعنه الله وغذب عليه واجعل منهم القردة والخناذير وعبد الطابوت أولئك شروا مكانا وأغلوا عن سباء السبيل فإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دقلوا بالكفر وقد خرجوا به والله أعلم ما كانوا يكتمون فترى كثير منهم يسارعون في الإسم العدوان وأكلهم السحف أبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون بل أحبار عن قولهم الإسم وأكلهم السحف أبئس ما كانوا يسنعون وقال في الجهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مسلطتان ينفك كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أعندل إليك من ربك تغيانا وقفرا فألقينا بينهم العذابة والبغضة إلى يوم القيامة كلما أقدوا نارا للحرب أطفأها الله فيسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفكدين فلو أن هل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتي ولا أطفلناهم جنات النعيم فلو أنهم قاموا الطورات والإنجيل وما أنذل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت رجلهم منهم أمة مقتصدة فكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلو ما أنذل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعسمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا الطورات فالإنجيل وما أنذل إليكم من ربكم ولا أذيذن كثيرا منهم ما أنذل إليك من ربك دغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من نامن بالله واليوم الآخر عمل صالحا فلا قوف عليهم ولا هم يحبنون لقد أخذنا ميساق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا الصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا الصموا كثير منهم فالله مصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المصيح بن مريم فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا مسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح بن مرم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنه يفسقون كن لتعبدون من دون الله ما لا أملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم كن يا أهل الجذاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهبا قوم قد ضلوا من قبل وأغلوا كثيرا وغلوا عن سباء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود بعيث بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتبلون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون فلو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنذل إليهم اتخذوا مولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدنا شدنا في عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولتجدنا أقربهم مبدة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنذل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الزمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطبع ويطغلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله يصالوا جنات تجري من تحتها النار قالدين فيها فذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجهيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فقلوا مما رضقكم الله حلالا طيبا فاتقوا الله الذي أنتم منه مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوثة ما تطعمون أهليكم أو كسفتهم أو تحبير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارت أيمانكم بذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم ما يأتي لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يكع بينكم العذابة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدقم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون واطعوا الله واطعوا الرسول واحذروا فإن تبليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآحسنوا فالله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماؤكم ليعلم الله من يخافهم بالغير فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم هرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما ليضوق بالأمر أفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله من والله عزيز دون انتقار وحل لكم سيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما فاتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائل ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العطاب وأن الله رسول رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكمون قل لا يستمي الخبيث والطيب ولو أعجبك كسرة القبيث فاتقوا الله يا أولينا الباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم فإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حريم فسالها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما دعا الله من بحيرة ولا سائبة ولا غصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فأكثرهم لا يعكنون فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا أولو كان آباهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يغركم من ظل إذا اهتذيتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبيوكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين المصية إسنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فعصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم به لا نشتري بي ثمنا ولو كان ذا قربا ولا لكتم شهادة الله إنا إذا لم يلاسمين فإن عصر على أنهما استحق إسما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم ومعتدينا إنا إذا للظالمون فلما السيء إنا إذا للظالمون ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على بدها ويخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فاتقوا الله واصنعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله كففت بني إسرائيل عن كيف جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا سحر مبين فإذا أوهيت إلى الحباريين أن آمنوا بي وبرسوله قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون إذا قال الحباريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال تقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ليولنا وآخرنا وآيةا من فارضقنا لأن خير راضحين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما تبفيتني كنت أنت الركيب عليهم أنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين لهم جنات تجري من تحتها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بالك يوم الثين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولطوالين إن ما أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الثين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولطوالين إذا جاء نصر الله والفد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الثين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولطوالين كله والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله